وانت بتشتري هارد ديسك بتلاقي انوان كتيرة ومختلفة فحنا نعرضها سريع من جيميرستيك هنعرف ايه الفرق ما بين الوان الهارد ديسك وبالاخص الوستن دجدر واللي بيتقسمه لست الوان واول نوعه هو الوستن جرين او اللون الاخضر واللي اتعمل بتخزين الدياتا وبيبقى اضعف في الاداء وما باش متوفر منه جديد في السوق حاليا لانه اتوقف انتاجه وتاني نوعه اللي هو وستن بلو او اللون الازرق وده اكتر نوعه بيستخدم ومنتشر جدا في الاسواق هو اسرع في الاداء من الهارد ديسك للون اخضر ومخصص للازردام الاساسية زي تخزين وممكن تحط عليه ويندوز لو ما عندكش اس اس دي ونيجي لثلاث نوعه اللي هو وستن بلاك او وستن الاسود والهارد ده الاداء بتاعه اعلى في الالعاب او في الشوق والميديا والكونتين كريشن او صناعات المحتاج وبينزل عادة في فئات اللابتوبس العالية وربع نوعه هو الوستن ديجيتال برد او الوستن الاحمر وده بيستخدم في شغل الناس او الشبكات ووحدات التخزين المتوصلة بيها وخامس نوعه هو الوستن ديجيتال بيربل او الوستن البنفسيجي وده معمول للسيرفيلنس والمرأبة بالكاميرات عشان هو تصنع على انه يشتغل 24 ساعة في ال24 ساعة من غير ما يقف وسادس واخر نوعه وهو الوستن ديجيتال جولد او الوستن الدهبي وزي ما لونه بيوصفه هو معمول على انه يحافظ على الديتا عشان كده بيستعملوه في الديتا سنترز او السرير لو الفيديو عجبك وعندك هارد ديسك ما تنساش يساب لنا في التعليقات هو ايه لون الهارد ديسك اللي عندك ولو عاو استفيد حد من اصحابك او حبيبك يليد اعمل شير للفيديو